هو الملك فاروق ظلم ولا تظلم عشان تعرف ارجع معايا لأول ما تولد من ساعة ما تولد وابوه الملك فؤاد بيعمله معاملة الكنجرو كان مخبية عن عيون الناس كلها الرفاهية الوحيدة ليه انه يلعب مع اخواته البنات وحتى لما كبر شوية وسافر عشان يتعلم فكان معا اثنين الزابط عزيز المصري واللي كان بيضربه تدريبات عسكرية واللي كان عايزه يعيش برضه وحياة عسكرية واحمد حسنين باشا رئيس البعثة واللي كان بيحب السهر والحفلات واللي كان عايز يدلع الملك فاروق ولانه كان عنده كابت من صغره بدأ يميل السهرات والحفلات اكتر لحد ما تيجي سنة 36 ويموت الملك فؤاد ويرجع الملك فاروق عشان يتنصب ملك على مصر ركز معايا ده واحد عنده 16 سنة ماكملش تعليمه ما عندوش خبرة عسكرية ولا حياتية معزول ومجبوط من صغره